السلام عليكم ورحمة الله ومشاء الله تكونوا بخير وعلى خير مرحبا بكم في قناتكم خطوة خطوة بالنسبة للناس اللي يشوفوا الفيديو اول مرة ما فيها بس انكم تديروا اابوني وبالنسبة للناس اللي متابعيننا كنتطلب منكم كاملين انكم تديروا جيم وتديروا بارتاج لان الفيديو مهم ومهم بزاف ربما الخبر ما غديش يعجبكم ولكن باشتفادوا انكم مطيحوش واحد المشكل وانتما غادي المغرب هاد الفيديو بالنسبة للجالية المغربية اللي غادي تمشي المغرب وكذلك حتى السياح الاجانيب هادو شروط من نوع اخر باش تمشي المغرب ما عند حتى شي علاقة بالكوفيد وانما عندها العلاقة بالقوانين جديدة اللي درتها الديوانة ديال المغرب بغيت نوضح لكم شنو هما الحق اللي عندكم متلا تافروا به وشنو اللي لنا ممنوع او شنو اللي غادي تخلصوا عليه الضريبة في الجماريك هنا غادي نهضروع الهدايا والسلاع وكذلك واحد الموضوع مهم اللي هو بالنسبة الاشخاص اللي كيمشوا كي يدونوا معاهم توقعوا معي حتى الاخر الفيديو غادي نعطيكم تفاصيل والنفس انني كنديلكم واحد الفيديو انتاعة دقيقة هنايا ان شاء الله مفصل ولكن بدون ملل الديوانة المغربية واللس كتفرض الضرائب على الهدايا او السلاع اللي كتدخلها الجالية المغربية ومشيغل الجالية المغربية ولكن حتى السياح الاجانيب الديوانة درتقارات جديدة في جميع المطارات ديال المغربية بمعنى ان غادي تفرض الضرائب اعلى الهدايا والسلاع اللي كتدخلها الجالية المغربية ومن غير الجالية المغربية المصدر كيقول بان الديوانة او للجمارك غادي تفرض واحد ضريبة على الهدية او اللي على السلاع اللي كتفوت القيمة ديالها المادية الفين درهم ميتين اورو وهذا كي يعني بان الجالية المغربية او السياح الاجانيب مرغمين على تصريح بهذه الهدية مثلا او السلاع اللي كتفوت القيمة المالية ديالها الفين درهم وهذا كي يعني بدفع الرسوم الخاصة بالهدية بمعنى انك خصك تعشر عليها حسب القيمة ديالها المصدر كيقول كذلك بان جميع المطارات ديال المغرب تعلقوا واحد لائحات جداد بالنسبة قاعد المشتريات اللي كتخضع الطريبة الجمركية خوتي اخواتي بينو بان عندك الحق ماتلا انك تضطي القرعة ديال الريحة اللي ما تكونش فيها فيتا مية وخمسين ميليليتر بالنسبة الناس اللي كيشريوا السجائر ولا عندكم الحق في علبة ديال السجائر وحدة فقط هنا يا بغيت نهدر معاكم بالنسبة الناس اللي كي يديوا الدوا غدي سبقاوا معايا لانا غدي نعطيكم واحد تفصيل غير مميل باش تفهموا وما توقعوش في المشاكيل وانتما غدي للمغرب سواء جالية او لا غير جالية الدوا اللي عندك الحق تديه معا كل المغرب هو الدوا اللي غدي تكون انت اللي غدي تستعمله يعني اللي الاستعمار الشخصي وتكون عندك الورقة ديال الطبيب وفيها الاسم ديالك هنا يا عندك الحق انك بتصرح بالدوا ديالك ولكن تكون معاه لغدونانس ودائما انتبهوا التاريخ ديال لغدونانس باش ما تطيحوش في المشكل هادو من ضيم الشروط دابة باش تمشي من المغرب تصريح ديال اي هدية او الاسلعة اللي كتجاوز الثامن ديالها الفين درهم بالنسبة الناس نرجعو للدوا اللي غدي يصرحو على الدوا ديالهم هم معافيا من الضاريبة الجمركية بمعنى انك تصرح بالدوا ديالك توري لغدونانس ديالك وما غدي تخلص عليه تاريال لانه للاستعمار الشخصي ولكن ما تنسوش بانا تكون عندكم لغدونانس دائما انتبهوا كلح على هاد المسألة هادى انتبهوا التاريخ لانا كين طبيب اللي كينسى التاريخ الصحيفة الرسمية كتقول بانا جادير بالذكر بانا الديوانة سمحات الجالية المغربية في موسم العبور الفين واثنين وعشرين ادخل الهدايا يعني من جميع نقاط الحدود الجوية والبحرية وكذلك المعابر ديال سبتة ومليلية بدون ما يعشروا عليها هاد الفيديو باش نفيدوا الناس بهاد القوانين جديدة لالجمارك المغربية خبر معجبش الجالية بطبيعة الحال كان عرفوا مؤخرا ان الجالية المغربية كتعيش واحد المعاناة ومشيغي الجالية المغربية وانما كلهم الاجانب اللي كيعيشوا بالاخص بفرنسا كان عرفوا المشاكل العنصرية اللي كتعاني منها مؤخرا كان عرفوا بان العلاقة متوترة كذلك كان عرفوا بزر ديال الامور اللي كتعلق بالجالية المغربية وبالاخص بفرنسا كان عرفوا بان هاد الخبر ربما ما غديش يجبكم ولكن غديش يفيدكم باش ما تطيحوش في المشاكل وما تواجهوش هاد الموقف وانتم ما مفرسكمش هاد الاخبار ديال الديوانة كان سمنى تكونوا استفتوا من هاد الفيديو كان قولكم تبارك الله عليكم وكان عود نطلب منكم انكم تشجعوا القناة وانكم تديروا جيم وتديروا بارتاج وتديروا ابوني وسنقول لكم حيكم والله اشتركوا في القناة